أهلا بكم من جديد وبالعودة للملف الأبرز في نشرتنا القضية الفلسطينية حيث أكد وزير الخريرية سامح شوكري التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه الوزير شوكري من وزير الخارجية وشؤون الكومن والت والتنمية بالمملكة المتحدة جامس كلافرلي وذلك في إطار التشور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وتنسيق جهود احتواء الأزمة الوزيران أعربا خلال الاتصال عن القلق البالغ من استمرار وثيرة العنف المتصاعد في قطاع غزة والمناطق الأخرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية وأكدين ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحط الأطراف على انتهاج مسار التهدئة ترجمة نانسي قنقر